بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان تفسير سورة النساء الدرس التاسع والستون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد توصلنا في الحلقة السابقة الكلام على الآية إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله قفنا عند كلمة رسول الله فهو رسول كغيره من الرسول الذين سبقوه عليه الصلاة والسلام والرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه فهو رسول الله وهو من أولي العزم عليهم الصلاة والسلام أرسله الله إلى بني إسرائيل كما قال تعالى وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم صدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسولياتي من بعد اسمه أحمد كما قال المسيح عن نفسه وفي المهد قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا فهو رسول الله وفي هذا رد على النصارى الذين رفعوا المسيح من مقام الرسالة والعبودية إلى أن ادعوا فيه أنه ابن الله أو أنه ثالث ثلاثة الله والمسيح ومريم تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا فهنا يرد عليهم فيقول إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله هذا حصر في شأن المسيح عليه السلام في أنه عبد ورسول وهذا أشرف مقام يناله البشر العبودية والرسالة أما أن يتجاوز هذا إلى مرتبة الأولوهية والربوبية فهذا باطل ومنكر ولهذا حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الغلو فقال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله خرجه البخاري ومسلم والإطرى معناه الغلو في المدح فإن الذي حمل النصارى على الغلو في المسيح هو غلوهم في المدح والزيادة في مدحه عليه الصلاة والسلام حتى ادعوا أنه ابن الله أو ثالث ثلاثة أو حتى قال بعضهم هو الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا ولهذا قال إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله فهو ليس ربا وليس ابنا لله عز وجل وإنما هو كإخوانه من النبيين والمرسلين وإن كان خلق من أم بلا أب فالله قادر على كل شيء وقد قال الله جل وعلا وقد قال الله سبحانه وتعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون فالله خلق آدم من تراب من غير أب ولا أم فالذي قدر على خلق آدم من غير أب ولا أم ألا يقدر على خلق عيسى عليه السلام من أم بلا أب بلا وعلى كل شيء قدير إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته وألقاها إلى مريم أي أنه خلق بكلمة بدون أب وذلك بقول الله جل وعلا قال له كن فيكون فالله خلقه بهذه الكلمة وبهذا الأمر الرباني قال له كن فتكون بإذن الله عز وجل هذا معنى قوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه أي أن الله خلق المسيح وفي رحم مريم بقوله كن ثم أرسل إليه جبريل عليه السلام فنفخ في مريم فتكون المسيح عليه الصلاة والسلام بالكلمة والروح التي نفخها جبريل عليه السلام وهي روح مخلوقة كسائل الأرواح ولكنه أضافها إليه سبحانه تشريفا وتعظيما فكلمة منه ليست تبعضية وإنما هي ابتدائية أي روح من عند الله جل وعلا أنزلها مع الملك فنفخها في مريم فتكون المسيح عليه السلام بذلك وروح منه هذه حقيقة المسيح عليه السلام فليس هو ابنا لله تعالى الله عن ذلك وإنما هو عبد مخلوق ورسول مرسل من عند الله عز وجل فالواجب اتباعه وطاعته ومحبته ومن طاعته الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم لأنه أمر بذلك وبشر به فقال ومبشرا برسولي يأتي من بعد اسمه أحمد وقد جاء الله بهذا الرسول محمد وأحمد عليه الصلاة والسلام ولهذا قال فآمنوا خيرا لكم فالله أمرهم أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وأن يتبعوه فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه تبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون ولا تقولوا ثلاثة آمنوا بالله وحده ربا وإلها ومعبودا ليس له شريك ولا ابن ولا صاحبة ولا ولد تعالى الله عن ذلك علوا كبير فآمنوا خيرا لكم ولا تقولوا ثلاثة لا تقول هذا نهي للنصارى المثلثة الذين يقولون إن الله ثالث ثلاثة الله والمسيح ومريم تعالى الله عما يقولون انت ولهذا قال انتهوا خيرا لكم انتهوا عما قلتم وهذا فيه دليل على أن من تاب وانتهى تاب الله عليه ولو كان ذنبه أعظم الذنوب فإن القول بأن الله ثالث ثلاثة هذا أعظم الذنوب وأخطرها ولهذا لو انتهوا وتابوا تاب الله عليهم كما قال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم ثم قال بعد ذلك أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم وهنا قال انتهوا خيرا لكم أي انتهوا عن هذه المقالة الشنيعة واعتقدوا وآمنوا أن الله وحده وأن المسيح عبده ورسوله ولا تقولوا ثلاثة وهذا ليس من دين المسيح عليه السلام فالمسيح إنما جاءهم بالتوحيد ولهذا يقول يوم القيامة ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم هذا الذي قاله المسيح عليه السلام فهم أحدثوا التثليث في دين المسيح وأحدثوا عبادة الصليب في دين المسيح وأحدثوا أشياء كثيرة في دين المسيح عليه السلام والسبب في ذلك اليهودي الذي ادعى أنه آمن بالمسيح وجاءهم بكفريات وظلالات أدخلها في دينهم ومنها التثليث ومنها عبادة الصليب ومنها أمور كثيرة يقال له بلس اليهودي الذي حرف دين المسيح عيسى بن مريم وقبلوا منه وأيضا جاءهم بصلاة إلى المشرق لأنها مطلع الأنوار يقول وغير ذلك من التحريفات الظالة وقبلوها من هذا اليهودي الكافر نسأل الله العافية والسلام صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعي شكرا